بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العرفي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها المستجدات بالنسبة للمرحلة القادمة بالتأكيد عندنا نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 27 نوفمبر في تفاصيل كتيرة وفي موضوعات مهمة جدا عن تابعها في حلقة النهاردة لكن سريعا نبدأ بسؤال حلقة النهاردة وكل واحد قاعد بيتابعنا وبيتفرج على شاشة قناة النادي الأهلي يتخيل وكأنه المدير الفني لمنتخب مصر إيه أفضل تشكيلة ممكن يلعب بيها المنتخب الوطني أمام توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس الأمام وكل يدخل وشارك معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وبالتأكيد من خلال متابعتنا وفي نهاية الحلقة هنعرض كل عراقكم وشاركاتكم والتشكيلة الأفضل في حالة إذا كنت أنت المدير الفني مين ممكن يمثل منتخب مصر في مباراة توجو بإذن الله لكن ندخل في عنوين حلقة النهاردة وسلاسة عنوين رئيسية في حلقة تريند الفريق الأول يواصل تدريباته على ملعب التتش كمان في تريند الأهلي الأهلي يطالب بمدى القيد لستة ديسمبر وعندنا كلام مهم وفي التريند المحلي سلبية عينة المنتخب الأول وانتظار عينة المحترفين تفاصيل أكتر في حالة النهاردة نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا في فقرة تريند التريند أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند عندنا كلام مهم جدا في هذه الفقرة لنفع تفاصيل جديدة لكل مشاهدي ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان أول شيء طبعا المباراة المنتظرة نهاي دورة بطال إفريقيا الكل بينتظر هذه المباراة بشكل كبير جدا ومش في مصر بس لا ده في كل أنحاء الوطن العربي وفي القرى الإفريقية من الشمال إلى الجنوب مباراة كبيرة دربي القرن كلاسكو بين الأهل والزمالك إن شاء الله يوم 27 نوفمبر طيب مكان إقامة المباراة تقدر تقوله إن شاء الله بإذن الله المباراة حسب تصريحات وزير الشباب وريار الدكتور أشرف صبحي خلال الساعات القليلة الماضية واللي بالتأكيد ده كان لها رد فعلي إيجابي جدا من جماهير الكرة المصرية والمهتمين بالشأن الإفريقي والكرة الإفريقية والكرة المصرية إن إن شاء الله بإذن الله المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولي الأمن بنسبة كبيرة وفي خلاص على نقل المباراة إلى استاد القاهرة الدولي وإنها إفريقيا إن شاء الله هيكون على استاد القاهرة الدولي اتحاد الكرة بالتبعية هتكون فيه جراءات معينة بتتم في هذا الأمر اتحاد الكرة هيخاطب الأمن لنقل المباراة على استاد القاهرة الأمن هيرد على اتحاد الكرة بالموافقة وبعد ذلك اتحاد الكرة يبعت الموافقة إلى الاتحاد الإفريقي وهيكون الإعلان الرسمي من قبل الجهة المنظمة لهذه المباراة الاتحاد الإفريقي لقرة القدم اللي هيعلن بشكل رسم إقامة هذه المباراة يوم 27 نوفمبر على أستاذ القاهرة الدولي طبعا الفترة الأخيرة كان البعض يتكلم عن أستاذ القاهرة بعد مباراة مصر وتوجو هيكون فيه بعض عمال السيالة المتعلقة بأرضية الملعب فكرة البزرة الشتوية وغلق الملعب لفترة معينة كل هذه الأمور خلاص تم إرجاءها وتأجيلها للفترة القادمة وهتكون فيه خطابات رسمية وإعلان رسمي ولكن من قبل الجهة الرسمية المنظمة لهذه المباراة ومنظمة للمسابقة الاتحاد الإفريقي لقرة القضاء طيب بعض الجماهير على السوشيال ميديا بتوجه لنا أسئلة واستفسارات على فكرة هل ممكن يكون فيه حضور جماهيري لهذه المباراة؟ أنا هقول أمثلة بسيطة في هذا الأمر متعلقة بالتصفيات الإفريقية اللي هتنطلق إن شاء الله من الغد تصفيات المنتخبات اللي بتستعد الكأس الأمم كل المباراة حتى هذه اللحظة تلعب بدون جمهور ولكن إذا كانت الدولة اللي هتستضيف المباراة عندها إمكانية وعندها خطة طبية وأمنية لاستضافة الجماهير بتطع هذه الخطة وترسلها للاتحاد الإفريقي وفي النهاية القرار للاتحاد الإفريقي لقرة القضاء بعد ديكم مثال تنزانيا وتونس المباراة الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية إن شاء الله يوم 17 نوفمبر بإذن الله تنزانيا هي الدولة الوحيدة اللي بيسمح فيها في حضور جماهير طبعا لأنها الدولة الإفريقية الوحيدة اللي ما عندهاش أي مشكلة في فيروس كورونا وما فيش انتشار لهذا الفيروس في دار السلام في عاصمة تنزانيا وبالتالي في حضور جماهيري على فكرة من 48 ساعة كان في ديرب قوي جدا ما بين سيمبا ويانجا أفريكانز وحضروا ما لا يقل عن حوالي 70 ألف متفرج فبالتالي تنزانيا ما عندهاش مشكلة في الحضور فطلبت إن يكون في حضور فالاتحاد الإفريقي وافق ولكن بنص الساعة الرسمية للاستاد حوالي 30 ألف متفرج وهنا بالتالي نقدر نقول إن مباراة الأهل والزمالك الخطوة الأولة هتكون من السلطات المصرية أولا في إجراءات طبية أولا في إجراءات أمنية بخصوص المباراة وبالتالي إذا تم الاتفاق لهذه الأمور وكان هناك نية لحضور الجمهور هيتم مخاطبة الكاف والكاف ما عندوش مانع تمام؟ إذا كان السلطات المصرية شايفا لا طبيا الأمر ممكن ما يبقاش مسموح وأمنيا ممكن لا يكون أفضل بدون جمهور ففي النهاية القرار هيكون للاتحاد الإفريقي لكن انت كدولة منظمة بتبعث الخطة لهذا الأمر وكان فيه تصريح مهم للأستاذ عمر الجناني رئيس اللجنة الخماسية كان قال إن احنا بنقاوح وبنحاول إن احنا يكون فيه حضور جماهيري بالنسبة لنهاية إفريقي في النهاية إجراءات معينة ما بين إجراءات احترازية وإجراءات تنظيمية الدولة اللي هتستطيع في الفاينال مصر هتقدم دا للكاف والكاف في النهاية ما عندوش مانع لكن المهم تكون الطلب من السلطات المصرية وده اللي هيتم منقشته الفترة الجاية إذا كان هناك أمر في هذا الموضوع أنا حبيت أشرح للناس مسألة حضور الجمهور إجراءاته بتتم إزاي ولو حصل الموضوع هيكون إزاي طيب مبنسبة الكاف كلنا شفنا خلال الساعات القليلة الماضية الكلام اللي احنا قلناه في حلقة الأربع الماضي يوم الأربعاء الماضي في نهاية الإسبوع اتكلمنا على فكرة القيد المحلي والقيد الإفريقي ووقتها احنا قلنا تساؤلات وقلنا الكلام ده يوم الأربع اللي فات من حوالي أسبوع قلنا فيه تساؤلات بالنسبة للقيد المحلي وتساؤلات بالنسبة للقيد الإفريقي وإزاي هيتم موأمة ده مع موعد نهاية دورة أبطال إفريقي يوم 27 نوفمبر واتكلمنا على سيستم التيم اس وكان فيه حديث عن هذا الأمر وقلنا الاتحاد الدولي عنده اختار من الاتحاد المصري إن القيد نهايته يوم 6 ديسمبر فكرة بعض درجات مين هيخلص القيد قبل الثاني ده مسألة داخلية اتحاد القرى المفروض ينظمها خلال الفترة الجاية ويكون فيه أمر إيجابي لصالح الأندية المصرية خاصة الأهل والزمالك عندهم نهاية دورة أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر كل الزملاء اتكلموا في الموضوع ده على مدار اليومين 3 اللي فاتوا والحمد لله قناة الأهل كانت دايما درس هذا الملف بشكل كويس وتكلمنا عليه منذ البداية في الأسبوع الماضي لكن الجديد وهنا أنا بوجه رسالة للاتحاد المصري لقرة القدم اللجنة الخماسية برئاس الأستاذ عمر الجنيني فيه معلومات في هذه اللحظات خرجت من الاتحاد الإفريقي لقرة القدم بخصوص القيد في الفترة اللي جاي أولاً بعد إجراء القرعة بالأمس مباريات الدور التمهيج هتكون 27 و29 نوفمبر وده جاي في نفس توقيت نهائي دوري أبطال إفريقيا طب موعد القيد هنا هتبقى حلها ازاي الاتحاد الإفريقي حرصاً على مصالح الأندية فيه اقتراحات وأعتقد خلال الساعة الجاي الأخبار هتبقى رسمية زيادة عدد اللاعبين المتحين في قيمة كل نادي من 30 لاعب لـ 40 لاعب عشان حاجتين أولاً ضغط المواسم بسبب موضوع فيروس كورونا وفيه دول خلصت الموسم متأخر ففيه موعيد قيد للأسف مش متنصاقة بشكل جيد وفيه مباريات مضغوطة وبالتالي عرض اللاعبين المتحين قليلين والحاجة التانية عشان لو عندك غيابات في الفترة الجاية في المباريات الإفريقية ما تقولش أنا مش هقدر أسافر مش هقدر ألعب عدد القيمة عنده مش متاع فالاتحاد الإفريقي قالك لا يا سيدي مش هيبقوا 30 لاعيب هيبقوا 40 لاعيب ده كله عشان المباريات تلعب والمسابقات القادمة تلعب في دور الأبطال والكونفدرية ما يكونش في أي تأجيل وبالتالي عدد القيمة زاد من 30 لـ 40 طيب الحاجة التانية آخر معاد للقيد للقيمة الأولى الإفريقية لحد الأبنى 23 لاعب النهار ده كان آخر يوم فالاتحاد الإفريقي شاف إن لا يتم السماح إن ما تكونش فيه قيمة أولى بحد أبنى 23 وتضيف السبعة التانية لو عاد تدفهم من فترة من 10 لـ 30 نوفمبر لا قالك لا عندك لغاية 30 نوفمبر تقدر تضيف لغاية 33 لعيب لغاية 33 لعيب مش 23 لعيب وفي يناير عند قيد شتوي تقدر تكمل الـ 40 بالسبعة المتبقيين هنا الاتحاد الإفريقي بيضع حلول لصالح الأندية الإفريقية بسبب ضغط المسابقات تغيير موعد القيد فيروس كورونا وتأثيره على المباريات الإفريقية وممكن يكون فيه مباريات تتأجل أو تتلغي فبالتالي وضع حلول المنتظر وخلال الساعات الجاية على اتحاد الكورة أن يخطو نفس الخطوات الإيجابية لاتخاذها الاتحاد الإفريقي ولكن لصالح ناديين العالم كله هيتفرج وينتظر مباراتهما معا يوم 27 نوفمبر الأهل والزمالك وبالتالي القيد المحلي يجب أن يمتدل بعد 27 نوفمبر لأن الفيفا قال لك أخرك 6 ديسمبر والقيد الشتوي لابد أن يعدل ما ينفعش يتلعب من فبراير لمارس لازم يتلعب أو يتحدد القيد في نفس الفترة خلال من 1 إلى 31 يناير من عام 2021 آخر حاجة أختم بيها وده خبر جديد بالنسبة للعبة كورت اليد آخر مباراتين في الدوري الموسم الماضي تم تأجيلهم إلى 28 و29 نوفمبر بعدما كان قرر الاتحاد المصري أن المباراته قام 12 و13 نوفمبر آخر مباراتين بنتكلم على أن الأهل عيلاعب الجيش والزمالك عيلاعب سبورتينج والمبارات الختمية الأهل والزمالك المبارات اتأجلت لمدة أسبوعين بالنسبة للفترة الجاية ونفس الأمر عندهم برضو بسبب موضوع القيد لكن الاتحاد المصري لكورة اليد مد المبارات لمدة أسبوعين قادمين أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل عندنا الكلام أيضا مهم جدا ولكن في ترند الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي ترند الأهلي بالتأكيد في هذه الفقرة مهم جدا نطمئن على حالة الفريق والاستعدادات بالنسبة للمرحلة القادمة خاصة في ظل تصعيد عدد كبير جدا من لعاب قطاع الناشين أزعى مباشرة إلى ملعب مختار التتش بجزيرة والزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي مساء الخير يا فاروق مساء النور عليك يا محمد كل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا واضح عندك أن التدريب انتهى منذ لحظات قليلة محتاجين نتطمن منك على حالة الفريق التمرين النهاردة كانت فقراته عبارة عن إيه ومحتاجين نتطمن أيضا على حالة وليد سليمان بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريب الأمس ولم يستطع استكمال التدريب بالأمس يعني في البداية محمد يعني زي ما أنت قلت كان التدريب النهاردة كان في تمام الساعة الثالثة انتهى في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا برضو من الكلام ومن الأمور المهمة جدا أن مستر بيتس موسماني طبعا زي ما أنت عارف بيستعين بمجموعة من لعاب قطاع النشئين بلغ عددهم 16 لعب من قطاع النشئين لمواجهة النقص العددي في الصفوف الفريق من انضمام بعض اللاعبين للمنتخب المصري الأول وأيضا انضمام بعض اللاعبين للمنتخب الأوليمبي مستر بيتس موسماني طبعا بيركز على كتير من النواحي الفنية والنواحي البدنية لللاعبين وأنه بيبص على مجموعة من اللاعبين قطاع النشئين في بعض المراكز ويبدأ يوظفهم طبقا لإحتياجاته في الملعب أطمنك على وليد سليمان طبعا كان تعرض لكادمة فضل الجاز الفني أن يحصل على راحة اليوم من التدريب إن شاء الله يبقى فيه جلسة واختبار لوليد سليمان يوم الخميس القادم بمشيئة الله هيكون موجود أيضا كان علي لطفي كان تعرض لكادمة في رجبة ويشعر بجزع فيه إرباط الداخل للرجبة النهاردة عمل فحص مع الدكتور خالد محمود والطمن عليه وإن شاء الله يعمل الفحص آخر يوم الخميس ويكون موجود في التدريب طبعا مستر بيتسو موسيمان يدى اللاعبين يراح من التدريب غدا هيستقنف المران يوم الخميس بمشيئة الله في نفس التوقيت من الأمور المهمة جدا برضو اللي أنا عايز أكلمك عليها محمد النهاردة حسين الشحات شارك بصورة مهمة جدا في المران الجماعي للفريق ودي من الحاجات المهمة جدا حسين الشحات يعني النهاردة بطمنك وطمن كل جماهير النادي الأهلي إنه قد مران أكثر من رائع طبعا بعد تعرضه لي شد في العضلة الخلفية أيضا أحمد الشيخ النهاردة طبعا كان عنده كادمة في القدم بيواصل البرنامج التأهيلي وقدر إنه هو النهاردة يعني يكتفي بالجاري حول الملعب إن شاء الله يكون يوم الخميس موجود في أرض الملعب من الأمور المهمة جدا برضو يا محمد أن أطمنك على حالة كريم ندفيد ندر نول خلاص كريم ندفيد ابتدى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي بالجاري حول الملعب بعد تجاوز يعني فترة كبيرة جدا من غياب كريم ندفيد نطمن كل جماهير النادي الأهلي على كريم ندفيد المران النهاردة ابتدى طبعا بجزء وشق بدني للعبين ثم اختتموا مصدر بيتسو موسيماني بتأسيم ما بين فريقين أطمنك على حالة محمود كهرباء ومحمود كهرباء وأيضا أليو باجي وجونيور أجيي بالضبط يا محمد من نقطة المهمة جدا نطمنك أن رامي ربيع أصبح جاهز بصورة سليمة 100% إن شاء الله للمباراة النهائية رامي ربيع النهاردة شارك في مران بصورة أكثر من رائعة رامي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وحسين الشحات ومحمود كهرباء وصولة كمعة وجونيور أجيي وأليو باجي ومروان وحسن محمد أكيد أكيد فاروق صلاح أشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات وبالتأكيد إن شاء الله الفترة القادمة فيه استعدادات خاصة لنهائي دور أبطال إفريقي خاصة بعد الأجندة الدولية واجتمال الصفوف أخرج لفاصل وبعد الفاصل عندنا تفاصيل أكتر ولكن عن تريند الأهلي والسوشيال ميديا كتبتي عن الأهلي خلال الساعات الأكتير أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة تريند أولاين فقرة تريند أولاين عندنا فيها كلام مهم جدا لأن الساحة الرياضية وتحديدا السوشيال ميديا فيه كلام كتير جدا متعلق بالكرة الإفريقية سواء دور الأبطال أو انتخابات الاتحاد الإفريقي اللي هتعقد في مارس 2021 لذلك في هذه اللحظات أنا برحب بالنقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ محسن لملوم النقد الرياضي بالأهرام أستاذ محسن مساء الخير على حضرتك مساء الخير يا أستاذ محمد أخبار حضرتك إيه وبالتأكيد خلال الساعات الأخيرة عندنا تفاصيل كتيرة ممكن نبدأ بالحديث على انتخابات الاتحاد الإفريقي وخلاص كلها 48 ساعة وهيتم غلق باب الترشح وحتى هذه اللحظة على الورق فيه أربع مرشحين للرياسة وفيه أيضا كمان عدد آخر سواء على المكتب التنفيذي للفيفا أو الكاف رؤيتك بشكل عام وشايف الأحداث دي إزاي خلال الساعات الأخيرة يعني بسم الله الرحمن الرحيم المتابع الجيد للعملية الانتخابية في الكاف وانت طبعا واحد منهم لم يكن أبرزهم بكل أمان الله يخليه كل اللي بيحصل ده متوقع تماما متوقع تماما أن أحمد أحمد ما يكملش وستدينه إن شاء الله إن أجلا عاجلا غدا أو بعد الغد وربما اليوم وحتى ممكن على يوم 19 نوفمبر الحالي في اجتماع لجنة أطلاق بالفيفا وممكن يستبعد تماما من الانتخابات ترشح أحمد والديحي رغم أن البعض يشوفوا أنه مفاجأ لكنه مش مفاجأ تماما ده كان البديل الجاهز لأحمد أحمد ورجل أمفانتينو الأول زي ما نقول برضو المتابعين عارفين أن الكلام ده كويس جدا يمكن كان السسناء في وجهة نظرنا الكرسي في الكلوب في انتخابات الكاف هو ترشح موسيب اللي هو رئيس نادي سانداونز اللي ما كانش في حسابات تقريبا ما كانش في حسابات أمفانتينو رغم أنه كان البعض خرج وقال أنه على علاقة جيدة بأمفانتينو لكن الكلام ده يعني مش صحيح تماما وجود ترشح أحمد ولديحيا بيعني أنه مفيش أحمد أحمد زي ما الناس عارفة أنه ده تقريبا البديل أو البديل الآمن لأحمد أحمد أن الأمور تمشي زي ما هي ويجي أحمد ولديحيا اللي هو المدعم الأول والزراع اليمنى لأمفانتينو رئيس الفيفا أما جاك أنوما اللي هو بتعكود ديفوار ترشح أنا شايف أنه عنده بعض الحق لأنه كان يمكن الوحيد اللي وقف ضد عيسى حياته في خبتة 2012 وكان عيسى حياته قطح به خارج الكاف وكان يستبعده وكان ظلمه بصراحة فكان ده نعم الحق لأنه يترشح على الأقل حتى لو مش يفوز على الأقل يضحقه تماما والناس كلها بيطرف عليك بها وبتحتهم لكن المسيب اللي هو رئيس نادي سان داونز ده كان مفاجأة بصراحة لأنه طبعا الكل يعلم أنه هو رجل رجل أعمال كبير جدا في جنوب أفريقيا صهر سيد الرئيس رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لكن كمان النقطة المهمة أنه هو حظية بتأييد سيكافة اللي هو اتحاد سيكافة اللي هو اتحاد شرق ووسط القرى رغم أنه يتبع كسافة اللي هي جنوب القرى الأفريقية ده بالتأكيد هيبقى معضلة صعبة شوية في انتخابات الكافة يعني مع احترام الكل اللي يترشعه واللي ممكن يترشعه أنا شايف أن الانتخابات ما بين أحمد ولد يحيا ومسب اللي هو رئيس نادي ساندونز الكافة تروح لمين بكل أمانة شايفها تميل صالح أحمد ولد يحيا نظرا للدعم الكبير جدا 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 من رجال أحمد أحمد أكيد في الكاف وهم أكثرهم أكيد بيدعموا أحمد ولد يحيا وقبل ده كله طبعا جاني أمفنتينو الدعم الأول لي طيب من هنا لغاية يوم الخميس فيه 48 ساعة هل ممكن يكون فيه أسامي أخرى تترشح الساعات الجاية البعض كان بيتكلم على ترشحه السنغالي أوجستين سنجهور رئيس الاتحاد السنغالي لقرط القادة معادل المكتب التنفيذي ممكن يكون إضافة في قائمة المرشحين بالضبط هو الوحيد اللي ممكن يكون إضافة فاعلة أي حد تاني ممكن يترشح عادي فيش أي مشاكل لكن أوجستين سنجهور بيلقى دعم منه فاطمة سمورة ومواطنته وكان طبعا اسم جانعا التعريف إلى حد ما بيلقى دعم من بعض دول شمال أفريكا وتحديدا دول المغرب العربي لو لا ترشح أحمد أحمد عفوا أحمد ولديحة واتقدر أقولك أن أوجستين سنجهور هو الخيار الأمثل للكل أنهم استقروا عليه لكن وجود أحد رجال أحمد أحمد في الأساس اللي هم برضو شوية من وجود وجستين سنجهور إلا إذا كان تمثيلية تتعامل داخل الكاف في الانتخابات أنه يبقى أليعن في أكتر من المرشح وفي النهاية معروف من الله يفوس طيب معنا ترشح أحمد ولديحية وبالتأكيد هيكون ليه تأثير على فكرة عدد أعضاء المكتب التنفيذي تحديدا للفيفا لأنه لو نجح ممكن يكون فيه تأثير على المقعد العربي بالنسبة لمرشح الفيفا أنت عندك اتنين مقعدين في مرشحين الفيفا حتى زي اللحظة كان الأستاذ طريق البشماوي التونسي والمهندس هاني أبو ريدا هل المقعدين ممكن يتأثروا في حال نجاح أحمد ولديحية في ظل أنه في تأكيدات في ترشح خير الدين نازاتشي رئيس الاتحاد الجزائري وأيضا كمان وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي ولكنه مرشح على مقعد الكاف بدلا من فوزي لججع اللي عايز يترشح على مقعد الفيفا والله بكل أمانة فوز أحمد ولديحية أكيد بيأثر على المقعد التاني وبيخل الحرب بشارسة لكن أنا بقولك بكل أمانة يعني بحكم أربية شوية من العملية الانتخابية في الكافة أو الكافة أو تحت الأفريقية بشكل عام أعيز أقولك إن لو حتى هذا حصل وأحمد ولديحية فأعتقد المقعد الفيفا في الكافة يكون من نصيب أنا بريدها مع كامل تقدير واحترامي لوديع الجريق أو خير الدين زادشي اللي لسه حتى هذه اللحظة لم يستقر بشكل كبير جدا على لجنة تنفيذية في الكافة أو في الفيفا ويعني كان فيه تنظر في الجزائر من بعض العلمان الجزائرين ومما يقولوا عملين يقولوا إن مصر بتصارع في الكاف بأهنا بريدة وتونس بتصارع بالجريق أو البشماوي فوز الأقجع كلنا عارفين تأثيره وقوته في الاتحاد الأفريق ولكورت القدم اللي هو بينقصين كده الرئيس المقرر للكورت القدم حتى موريتانيا الدولة اللي ملهاش باع في كورت القدم مقارنة بمصر وتونس والمغرب وجزائر ومع ذلك ما فيش أي تواجد للجزائر حتى كان البعض كان بيتنظر على وجود يترحم عفوا على وجود محمد روراوة اللي كان طبعا عملاق في الكاف ده يمكن وضع خاردين زرشي في موقف لا يحسد عليه لكن في النهاية أعتقد مع كامل احترامي لي وتقدري لي المقعد التاني هيكون في حالة فوز أحمد ولدي هيكون المقعد التاني من نصيبها نبريد إن شاء الله أكيد الزميل العزيز والناقض الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ محسن المموم مدير التحرير للأهرام الرياضي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وكل هذه الإضاحات وملف الاتحاد الإفريقي وتحديدا في منصب الرئاسة ومكتب تنفيذي كعف وفيفا ما زال هناك في حديث كثير وما زال هناك مفاجآت كتحدث خلال الساعات القادمة أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل مستمرين في الحديث عن ترند الأهلي أعلم بحضركم من جديد وسريعا نتناول مع بعض ونستعرض ما كتب على السوشيال ميديا بالنسبة للأهلي وترند الأهلي أول حاجة من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الإنستجرام واللي أعلنوا فيها لنصر شهر أكتوبر هو اللاعب المالي لاعب خط وسط النادي الأهلي أليو ديانج طبعا اللاعب متميز جدا وكان ليه دور كبير جدا في وسط الملعب تحديدا خلال المباريات الأخيرة كمان الحساب الرسمي لقناة الأهلي على تويتر النهاردة بتكلموا على زي النهاردة 10 نوفمبر 2013 تتويج الأهلي بدور أبطال إفريقيا للمرة التمنى في تاريخه وكانت هذه المباراة والتتويج في استاد المولين العرب على حساب أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا وكان آخر تتويج للأهلي بدور أبطال إفريقيا رب إن شاء الله 27 نوفمبر يكون برضو تتويج ولكن بالبطولة التسعة من دور أبطال إفريقيا كمان بنستعرض من خلال الحساب الرسمي لصفحة الرسمية لسوبر كورة على الفيسبوك واللي قالوا فيها أن استاد القاهرة بيؤجل زراعة البزرة الشتوية بسبب نهاية إفريقيا بفرامان من الوزير الجوزي ده شرحناه في فقر التريند التريندو وقلنا إن فيه تأجيل للصيانة وخلاص إن شاء الله استاد القاهرة هيكون جاهز لإستضافة نهاية دور أبطال إفريقيا بعد التنصيخ مع الجهات المختصة واختار الكاف خلال الساعات القادمة آخر حاجة معي من الحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر واللي كتبوا فيه إن الكابتن محمود الخطيب بيطالب عمر الجليني بمد فترة القيد لستة ديسمبر زي ما شرحنا هذه الجزئية وقلنا إن الاتحاد الدولي لقرة القدم على السيستم التيم اس تم اختاره من قبل الاتحاد المصري إن آخر موعد ستة ديسمبر يقدر الاتحاد المصري يتحرق في هذه الموعد من تسعة تشر نوفمبر لستة ديسمبر ويدم ساحة للأهل والزمالك الأمر هنا مش للأهل فقط احنا بنتكلم لصالح كل الأندية المصرية والنهاردة كان معنا خبر مهم جدا وقلناه إن الاتحاد الإفريقي بنفسه اتخذ خطوات جدة جدا وفتح القيمة لأربعين لاعب ومد فترة القيد لتلاتين نوفمبر خاصة الأندية المعفى من الدور التمهيد عشان تسمح بقيد أكبر عدد من اللاعبين وتستكمل في شهر يناير القادم إن شاء الله بإذن الله تكون الفترة القادمة ظروف القيد والمواعيد بإذن الله تكون مناسبة للنادي الأهل والنادي الأهل بالتأكيد هتتخذ إجراءات مهمة جدا في انتقالات اللاعبين ومواعيد القيد سواء مع الأجانب أو حتى الناشئين والفري الأول والستراتيجية بالنسبة للمرحلة القادمة في الختام إن شاء الله بإذن الله تكون النادي الأهل موفق في نهاية دورة أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير في حلقة أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء